السلام عليكم كيف مشو اخباركم حكينا بالفيديو السابق انه بدنا نتعلم تسميات للمقامات وتسميات الدرجات انا عم حاول اعطيكم هاي التسميات مع مقامات يعني ما بدي اقول لك انه هذا عشيران وهاي جهاركا وهي نوا وهي حسيني بس لازم اعطيك مقام من هاي الدرجة حتى انت تحفظ الدرجة اكثر تمام وتحفظ التسمية اكثر ورح نكررهم عكذا مقام يعني التسمية مثلا نفسها على العجم نفسها على الصبا نفسها على البيات شوي شوي بتصيروا انتو تستوعبوا هاي العلامات وهاي التسميات بتترسخ بدهنكم حكينا عن العجم العشيران هل رح نحكي عن العجم الجهاركا تمام الجهاركا هي الفا افنا تقول الجهاركا المهم التسمية هي فارسية وراح نحكي كمان اعملكم فيديو بدون عزف كل التسميات الموسيقية رح نسميها ونحفظها بعد ما نأخذ هاي الأمثلة لتكون شوي يعني في وسط الفكرة طيب الجهاركا هي علامة الفا يعني لما قل لك عجم الجهاركا يعني أنا عم قل لك عجم الفا عجم الفا هو فا سول لا سي بيمول دو ري مي فا تمام هاي درجة الجهاركا بس نبدأ تقسم عليه موسيقى ترجمة نانسي قنقر تمام هاي شي بسيط بدي فيك تشتغل عليه هو المقام نفسه تنحو وترجع تتمرن على التقاسيم بس أنا الفكرة مو تعليم التقاسيم ولا تعليم المقام الفكرة تترسخ أسماء العلامات بذهمكم وهي كلها تسميات فارسية بس مشان ما يظل علينا نقص موسيقي بالأسماء في مقامات رح تجي بالدروس الجاية أبدا في ناس ما هو سمعانا عنها وفي ناس سمعانا الأسماء بس ما بتعرفها وبتستحي تسأل عنها رأعلمكم إياها كلها تمام فهذا جدا بسيط يعني هو عجم الفا تمام لكن كشان كلمة الجهاركا هاي الدرجة اسم الجهاركا هلا حفظنا هاي الجهاركا هاي عشيران بحطيكم كل العلامات مع مقامات بحطيكم يهن على العجم وعلى البيات مع أمثلة شوي شوي بتصير الفكرة واضحة وهي الأسماء بتنزرع بالذاكرة لواحدها بس بتمنى تتمرنوا عليهم لأنه كمان هاي المقامات حلوة جدا يعني يعني تقسيم لما لك قسمني على العجم وانت مرك حفظان غير عجم الدوم ما رح تعرف تقسم ما رح كون عندك الروحية لانتحس حالك انه النغمة هاي كل الناس تعرفها بس انت لما تجي تقسم على الفا مثلا او تقسم على اللا او تقسم على السي بيمول بالنسبة للعجم او بالنسبة للبيات حسين عندك توسع أكثر بالمقامات وتفهم المقامات أكثر تمام يعني تعرف انه الجواب هون أحلى من العجم الدوم شكرا لكم هاي دوس بسيطة جدا بس عبارة تلكم عم وصلكم الفكرة ان شاء الله يعجبوكم شكرا لكم شكرا لكم